يعني النهاردة في احترام وتقدير متحد دولي وفي خطوات اتخذت على الارض الواقع بس ده خليه المحور التانية بس اروح لي ياسمينا طبعا الف مبروك بتكون لست راجعة بانجلترا اه ايه بقى قصة بطولة فضية انجلترا حكيلي هي بطولة انجلترا كات بطولة لابل وان فكان بيشارك فيها اول اتناشر بس على العالم يعني اللي شارك اول اتناشر اه هي بتبقى عدنا البطولات فيها كده مستوى هي بطولة انجلترا كات لابل وان فاهم كان اول اتناشر بس فانا شاركت في الزوجي وفي الفردي برافو اه في الزوجي بلعب قالي ثلاث بطولات بلعب مع فريق مع واحدة من امريكا مش شرط شايماء يعني مش لازم كلمان لا ما هو شايماء تصنفها وبيل شئ اه كلاس تاني تمام اه فانا لازم العب مع حد نفس كلاس بتاعك فبتلعبي مع لعبة من امريكا فبلعب مع لعبة بتشوفوا بعض في البطولة ولا بتلعبوا مع بعض قبل كده لا احنا اول بطولة لعبناها كانت في ابريل مع بعض كان اول مرة احنا وصلنا صحاب برا الملعب فقلنا كررنا نجرب نلعب بطولة مع بعض جبنا فيها ذهب في البرازيل بعدين كملنا بردو في كندا جبنا ذهب في شهر ستة ماشاء الله المراضي بقى للأسن ماشاء الله ده كانت بالنسبة للزوجي في الفردي الحمد لله وصلت لدور التمانية بعد كده قابلت بطلة انجلترا اللي حاليا رابع عالم لعبنا مطش كان قرائب خسرت في اخر شهوة واحد عشر تسعتاشر بس كان مطش يعني قرائب فالحمد الله ماشاء الله طيب انت بتقولي انا واللعابة الامريكية صحاب صحاب منين كنت بشوفها في بطلات كتير اتقابلت في بطلات يعني احنا شوفنا بصامرين ما لعبنا مع بعض فهي برضو يعني هي قريبة مني في السن وكده فكان موضوع بالنسبة لنا حلو انك لما يبقى فيه كامستري ما بينك ما بين اللي بتلعب مع عبيب موضوع لطيف طيب طبعا بطولة انجلترا لما خدت فضة في الزوجي اعملت ايه في الفردي؟ في الفردي وصلت لدور التمانية بعدين لعبت اللي هي التالت اشهر رابع عالم كويس يعني انت من الثمانية العظماء برضو فكده الحمد لله احنا على مستوى الزوجي وعلى مستوى الفردي احنا تمام وده دليل اكبر دليل ان احنا طلعنا في الرنك ما شاء الله بينا السابع اذا ما حداك قلت مش مصبور؟ اللي هي السادس الشايماء السابع يعني انت بشايماء السادس وسبع خلينا نقول انه ده بداية مش عايزين نقول ده نهاية هل ممكن يعني ان شاء الله نشوفك في رنك اول تاني ولا انت شايفها الزوالة صعبة بقى امانة اول تاني يعني اعلم في الرنك دلوقتي اظن الموضوع مش مش بعيد بس عايز وقت بس عايز وقت ممكن ان شاء الله يعني اطلع كم كان بس لسه اول وتاني حارك بتتكلم مع ناس الهند واندونيسيا والناس لا مهين احنا يسمين عندنا واهمناش بس يعني ان شاء الله شغالين في الترس طيب بدايتك مع ريشة الطيره برضو خلينا نتكلم ان ريشة الطيره اذا ما قالت كابتن وتفضل يعني بالذكر انه بدأنا 2017 كنشاط واحنا من الدول الرائدة في افريقيا ليه اخترت ريشة الطيره هو انا كنت بدأتها في المدرسة وبعد كده عجبتني الرياضة فكررت ادخل فيها في النادي في 2017 النادي هليوبلس كنت بلعب مع المدربة مدربة بتاعتي كابتن هادي حسن هي بطل اولمبيا فهي كتساعتها في 2017 في بطولة عالم هتتعمل هيقبلوا فيها اي حد من اي رنك عشان عادييني يبصعوا اللعبة فانا كنت ساعتها مش عارفة اي حاجة عن الرياضات البارا او اي حاجة فقالت لي دي فرصة ليكي تجربي الريشة الباراليمبيا فساعتها انا رحت قلت لها يعني كان لسه منتكلم وكده فقالت لي جربي بس الريشة الباراليمبيا فانا كنت بلعبها ساعتها كهوية بس بعد كده طبعا رحت انت سافرت كوريا كانت اول بطولة لاي كوريا سافرتين مع المنتخب او الواحدك لا هو ساعتها كانت لسه الريشة بتبدأ دي فانا كنت اول يعني كنت اول واحدة سافرت على نفقتك الخاصة لا لا كان جالي دعم المرة او الحمد لله كان جالي دعم ساعتها فسافرنا انا وكابتن هادية وامت ساعته بقى الريشة في مصر وافريقيا وكل دي بس انت حبيت اللعبة بداية في المدرسة بدايتي في المدرسة بس طبعا هسألك سؤال بأمانة يعني حاسة ان الرياضة البراليمبية النهاردة بتتوسع في مصر حاسة الموضوع بقى فيه اهتمام بأمانة وبقى غير قبل كده ولا شايفة الدنيا يعني محتاجة لسه ذاها هو انا عمري في الرياضة البراليمبية طبعا مش كبير اوي بس انا طبعا شايفة تبسع كبير في العمر السباقي اللي انا شبته يعني فيه فرق كبير اوي من اول ما الريشة بدأت لحد دلوقتي حتى لو تكلمنا عن الريشة والاتحاد مثلا الريشة لا دلوقتي فيه فرق فرق كبير جدا عدد اللاعبين كبير جدا بطولة الجمهورية فيها عدد كبير جدا فاحنا عندنا يعني دايماً منجيب ناس كتير فدي طبعا فرق مثلا لو قردنا اول بطول الجمهورية عملت بطولات الجمهورية